يعاني المواطنون في قضاء بعقوبة تابع لمحافظة الديالة من نقص في الخدمات مع الزيادة النسبية في عدد السكان والتوسع العمراني الحاصل في القضاء يقول مسؤولون في البلدية ان بعقوبة تحتاج الى 3000 عامل للخدمات بينما لا يوجد ضمن كوادرها اكثر من 250 عاملا التفاصيل يوافين بها مراسلنا من هناك التوسع العمراني الذي يشهده قضاء بعقوبة في ديالة يحتم على الحكومة ان تلقي اهتماما كبيرا بمستوى تقديم الخدمات للمواطن اكثر من 600 الف نسمة في القضاء هي اليوم بحاجة الى اكثر من 3000 عامل خدمة في بعقوبة في حين ان مجمل العاملين في بلدية بعقوبة لا يتجاوز 250 عاملا 250 عامل وهذا لا يكفي لسد النقص الحاصل في الاعداد حيث بلدية بعقوبة تزداد نسبة عدد سكانها اكثر من 600 الف نسمة وتحتاج اعداد عمال الى 3000 عامل لسد النقص الحاصل على الرغم من النقص المتواجد حاليا انها تقوم بلدية بعقوبة بحملات صباحية ومسائية لسد هذا النقص يقسم عمل كوادر البلدية الى مناوبات مختلفة حتى تتمكن من رفع النفايات في الاسواق والشوارع العامة هذا ما تتخذه البلدية من اجراء للسيطرة على الوضع الخدمي العاملون طالب بزيادة اعداد العاملين ورواتبهم ايضا يقسم بهم العمال خرجين والراتب قليل والعيشة صعبة اللي متزوج واللي عند اطفال يطالب زيادة عدد العمال والراتب يزيد حتى يقدر العامل يدبر حاله اذا كان عند عائلة واذا كان بيت اجار احنا عمال قليلين بالشارح انا بس عامل بالقراج الله وكيلك عمال بلدية نريجز عدد عمال ورواتبنا قليلة على مدار 24 ساعة وموظف بلدية بعقوبة يعملون على رفع النفايات بالرغم من قلة عددهم ورواتبهم التي لا تسد متطلباتهم مطالبات للجهات المعنية بالاهتمام بهذا الملف الذي يسهم في رفع مستوى الخدمات في المحافظة علي ابراهيم قناة دجلة ديالة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة